بلسلات على النبي بلسلات على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مقرمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واحدة من الثاني من الثاني قال قرارة مهم جدًا قال يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يوم منك ذهب بعضك يا ابن آدم أنت لا تكون لك مجتمع لنشاكل ونشاكل 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 وإذا أحدهم 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 فإذا كان لك فرقاً جاءًا أحدهم منك ونشاكل أحدهم منك حدود سبحان الله ومعرفت أن تفعل هذا صلح أحدهم من قال هذا صلح وكان جدًا صلح كثيرًا بعض الناس يقولون أن هذا الناس هو لقمان هذه الأمة لقمان هذه الأمة كما تعلمون أن هناك سورة في القرآن يسمى لقمان وقمان كان يتعرف على الحكيم الله جل وعلا يتعلم في القرآن أنه يحكيمه هذا المعلم كان يحكيمه كما كان يحكيمه لقمان في بعض الأمم بضيء الآن هذا يحكيم جديد من الأعجار من أجل العفاء القرآن عندما نسمى الحصن البصري فالحصن البصري لهذا قال يقضي كلمته يشبه كلمة المنبياء الحصن البصري هو مثل حصن البلح الحصن البصري رضي الله تعالى أنه كان يصنع في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قالوا أنه كان يصنع في عمر 20 في هجرة وكان يصنع بعد عمر 90 بعد عمر الحجاج البصري الحسن البصري رضي الله تعالى عنه سكك أو كان يصنع من أم سلامة رضي الله تعالى عنها وكان يصنع منها وكان يقولون أن الحسن البصري يصنع من أم سلامة رضي الله تعالى عنها أسفة البيت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس فقط يصنع من أم سلامة رضي الله تعالى عنها لكنه يصنع في المنزلها لأنه كان أمه كان أحدها لذا وكانت nuttada عنها يصنع من أم سلامة رضي الله تعالى عنها من أم له من 50里 من第二 كافيا في ذلك الوقت وقد كانت تعرفة لها أمو سلامة رضي الله تعالى عنها أدوى أن النبي صلى الله عليه و صحبه و سلم في حديث الحديبية في الحديبية كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه و سلم وقاموا لعمرة وقفارين من مكة يتوقفهم من عمرة من حصل إلى مكة وكانوا حديث الحديبية قبل هذا المواصف المملكة المملكة لأنهم تتوقفوا أن يذهبوا إلى مدينة الكعبة وكانهم تتوقفوا أن يتوقف المعرسة أمو رأس لذلك كان مهاراً لهم أن يتوقف أن ينظروا هذا المنزل و يجب أن يذهبا إلى المنزل كان مهاراً لهم أن يدخلوا هذا بسهر بدأتد وقتلاح اكتبها لذا عندما صلى الله عليه وسلم قالهم أن علينا أن يتوقف هنا وقتلاح احرام لأسابقهم أكثر تحرام لتحرام احرام وأخذهم لذلكالعب لا أشعر هذا استطاعهم الإحرام لتحراج بما قالوا لذلك فقد انتهى ومسلامة كانت معه وقد انتهى إلى واحده ومسلامة رضي الله تعالى عنها وقد قالت يا رسول الله اذهب إلى المساعدين وفاقكك اذا انهم يرون أن تفاقكككك فهم ستفاقك كلهم ستفاقك النبي صلى الله عليه وسلم اخذها وقد انتهى وفاقه كلهم ستفاقهم رضي الله تعالى عنهم لذا انتهى لها لإذن الله كانت معرفة ستفاقكك لم يكن يتحدث عن بيوغرافة عن المسلامة رضي الله تعالى عنها لكن يتحدث عن الاسسن البسري قالوا أن المسلامة المسلامة من المسلامة رضي الله تعالى عنها المسلامة التفاقك بمثال جميع عملية ربعات لعجاجة، حقاً ربعات لعجاجة. وأنا أرغب أن أذهب إلى أن تتعلم هذه القوات من الحسن البصري. واحدة من هذه الموضوعات المهمة هو هذه القوات، القوات من اليوم الهواء. الأمر يا أخي آدم، أنت ليس شيئًا، أنت ليس شيئًا، لكن تجاهلًا منه. أنت بالفعل كما هو ممتعين كما هو ممتعين سبحان الله ما يعني؟ يتعلم بأنه إذا كانت أحد الأمر ستصل ثم تحدث عنك تحدث عنك تحدث عنك تحدث عنك تحدث عنك تحدث عنك الآن ما هو مدعوذة الهنسية؟ في الواقع مدعوذة الهنسية ما هو مدعوذة الهنسية؟ مدعوذة مدعوذة مدعوذة؟ مدعوذة مدعوذة أن هذا الناس يحتوي على بعض الوقت لفعل الأشياء أيضاً يا أبي آدم، أنت لا تكون مدعوذة الوقت هذا ما قال الحسن البصري أقرأ الواقع مدعوذة الهنسية ليس الناس ليس الناس ليس الناس حياة ما هو مدعوذة الهنسية سبحان الله وذلك مدعوذة الهنسية في حيات الناس وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى مدعوذة الهنسية مدعوذة الناس مدعوذة الهنسية وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والسلام وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى حتى يكون مدعوذة الناس عن عمره فما أفناه عن عمره عن عمره في مدعوذة الناس في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث في صحيح البخاري وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو أول حديث في كتاب الرقاق صحيح البخاري هو مجموذة حديث مجموذة كثير من قيمة من تلقى كل أسفلنا لأن الإمام البخاري كان من تلقى 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 الحقيقة من القيمة صلى الله عليه وسلم ومن تلقى تلقى كل أسفلنا وهناك تلقى 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 المسلتين على المقابرات وكما تلقى ثلاثها تلقى تلقى نحن أول حديث وما أدخل في هذا الكتاب هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ما هما الصحة والفراغ بفضل أسفل سبب من المعرفة كثير منهم ما هي الأسفل هذه الأسفل؟ الصحة ، لتعلم بأسطل الحقيقة و الفراغ ، لتعلم بعض الوقت لتعلم الوقت لتعلم الوقت من الحديث ابن عباسeta رضي الله تعالى عنه أجمال الرياضي قالوا خمس قبل خمس إذن تفايير دائما خامس إذن تفايير وربما خامس إذن تفايير وجد filtra خانش ، حمام مرة قحمة والكرة مختلفة إذن تفايير ايضا ان تزيد عندما تح verd��가 واقع قدему فراك إذن تفايير فالارغ إن كانward أخرى يتحقيق بأنك من خلال من أن تكون estamos دائماً تحقيق شركة الوقت تحقيقها سخوزك إذا كان هذا المسلم أو غير المسلم لأن الحقيقة الحقيقية هو إستخدام وإستخدام وإستخدام المفترض من الوقت وكما قال الوقت وَالْوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عُنِيْتَ بِحِفْضِهِ وَأَرَاهُ أَهْوَنُ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ الوقت 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 مستعدة لتحضر وعلى أبداً أرى أنه أنت تتبعون أخياني أخوة وإنساني عندما نتحدث عن الوقت نقول أن الله جل وعلا يتفقى لنا لإستخدامنا لإستخدامنا لتحضر الوقت عبادات في الواقع نحن نعطل في بعض الوقت نحن نتعلم في بعض الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقوت والصلاة كان لديك في خصوص الوقت نتفق في خصوص للوقت من خصوص للوقت إلى خصوص للوقت نقوم بالخصوص للوقت أيضاً حرج بالخصوص للوقت يجب أن يتخذون في واحدة ووقت لا يمكن أن نستطيع حيات هذا إلى الضوء لماذا؟ لأن الشريعة يريد أن تنظر الوقت في نفسنا، في نفسنا، في نفسنا، يصبح مجموعة مننا، يصبح نفسنا، يصبح مجتمعاً للمسلمين أن تنظر الوقت، أن تنظر الوقت، أن تنظر الوقت، وليس أن تستخدم الوقت. الآن، هل نفعل ذلك؟ لا يجب علينا للمسلمين، بواقعاً للمسلمين ومقاصم، لكن بالنسبة لنا لنراحل نفسنا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا لأننا نفعل ذلك، لماذا نفعل ذلك؟ هل نحضر الوقت؟ كما يجب علينا نقاح الوقت، يا سلاموذي ورأسماً؟ الآن يجب أن نتعلم بحقًا و بعد التعليق نتعلم بمقارنة الأهمية فقط تبقى معنا يجب أن الله تعالى تقليل و يجب أن نتعلم بحقًا تراكم بعد التعليق السلام عليكم الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسالين كلهم مكرمون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نحن نتحدث عن المهمة المهمة و نتحدث عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه عندما قال يا ابن آدم يا ابن آدم أنت لا تقلقًا فقط كثيرًا إذا أحد 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 يتحدث ثم أحد منك يتحدث أحياني أخوة 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 سنظر أن نتحدث عن رثيتى نتحدث عن ما نحن نهاية واحد المعلمين ابن الوفافع ابن عقيل عندما أصبر إلى جدا كان يحب أن يكون سكولار من عام جداً وإمام الذهبي قال في بيوغرافه أنه قرأت بك ألفنون من 800 بوليومات وكثير منهم كانت تساعد هذا السكولار عندما يصبح 80 عام يحب أن يقول وإني لأجدني وأنا بن الثمانين أشد حرصاً مني على الوقت وأنا بن العشرين كانت ت سبحان الله ما هذا يعني؟ يعني أن كما أصبح أصبح كما يجب عليك ويجب أن يعني أنك سوف تنسى الوقت التي تتساعد في المدينة وذلك في واحدة الحديث صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس أو حتى الأخرى حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربا 契ف ш scaffold تbaby добرا والثائره شمالي ع Candle من وجوعان ثم mod نحن نحوذ بنفس آتنا تنسى الوق neither أعلم نكون نعلم من الوقت هناك لتشكين من صلى الله عليه وصحبه و السلم في Где صلى الله عليه وسلم في ở الصلى الله عليه وسلم قال. وهذا هو حديث الذي يتعرف على جميعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. دو قرارات. إنهم يملكون على العلم. يملكون على العلم. يملكون على الرسالة. وهم يملكون على الله جل وعلا. يملكون على الله جل وعلا. ما هي هذه التعلمات؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كيف يتعلم أن تقول هذا؟ 10 سنوات. أو ربما حتى 5 سنوات. في واحدة الحديث ، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في حين يصبح مئة مرة وحين يمسي مئة مرة لا يوجد على الرسالة لذلك من قبل النبي بمحل أيضا ما قال سبحان الله وبحمده في الصورة 100 times and 100 times in the evening no one will exceed him on the day of resurrection except a person who said what he said or more how long it takes to say subhanallah wabihamdi even in the hadith it is not subhanallah wabihamdi subhanallah al-adhim just subhanallah it takes you two minutes exactly to say this subhanallah wabihamdi subhanallah wabihamdi not more than two minutes same thing to spend two minutes only in the evening to say that do we do this no there are a number of reasons why we don't do them one of them is neglecting our time not preserving our time of course my dear respected brothers and sisters we can talk a lot about the importance of time and how the early scholars used to preserve their time one of the scholars he used to say that the most hated time for me is the time of food they said why he said because i waste my time during that of course he is eating with good intention but of course that eating should be very minimum and also it is not like the noble acts where he can participate in jihad where he can participate in author of books where he can participate in guiding people it is not like that so that's why the those people who look at have who have high ambitions they used to minimize the time they used to spend in these things and one of the scholars he said i prefer to have those type of 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 kak kak is like cake that can be swallowed and digested easily and quickly rather than having good heavy meals why because of the time that is needed to consume and to digest heavy meals one of their greatest scholars when he used to sharpen the pen you know at that time they used to have pencils yeah pencils and when he used to sharpen that pencil uh by a knife at that time they did not have those pens that we uh use these days he used to make dhikr of allah jalla wa'ala and istighfar our shaykh abdul aziz ibn abuaz rahimahu allahu ta'ala when he was eating uh when he was eating taking one uh mouthful he used to to make dhikr of allah jalla wa'ala and thank allah jalla wa'ala and praise allah jalla wa'ala i witnessed him myself as if he is eating for the first time and he is making use of that time between the mouthfuls subhanallah al-azim he i attended him one time uh when we dropped him uh to his house he was invited by our shaykh abdullah ibn aqil uh then after the lunch he had to uh after the dinner uh they uh uh they dropped him home so uh i uh i went with them i went with them immediately after he uh he was sitting in the in the car uh he asked the people to put on the radio and on the radio he was himself recorded to give fatwas so i said oh alhamdulillah now he will stop listening to the radio so i can ask him a few questions and during that time he was listening carefully to the fatwas that were given by himself and when the program of fatwas finished he asked his uh one of his uh helpers to read from sahih al-bukhari from the book of fatih al-bari so he continued to read and he continued to read wallahi my dear respected brothers and sisters i witnessed this until the shaykh entered his private house and the man behind him was reading from sahih al-bukhari those great people they were keen to to keep their time the prophet sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam he during the madani period he led more than 25 ghazwa battles in hadith al-bukhari zaid ibn arqam was asked how many battles have you joined the prophet sallallahu alayhi wa sallam he said 16. ibn hajar said uh the one who explained this hadith he said that samskara said that uh the prophet sallallahu alayhi wa sallam led 16 ghazwa some of them said no he led 25 battles some of them said that he led 27 battles even if we say that he led 16 or 17 battles only during 10 years and the prophet sallallahu alayhi wa sallam was a husband of nine wives the prophet sallallahu alayhi wa sallam was a father the prophet sallallahu alayhi wa sallam was a father-in-law the prophet sallallahu alayhi wa sallam was taking care of all his companions the prophet sallallahu alayhi wa sallam was the politician was the leader the prophet sallallahu alayhi wa sallam was a reformist the prophet sallallahu alayhi wa sallam was everything in حياتهم في ذلك الوقت. الآن، كيف يفعل النبي صلى الله عليه و صحبه و سلم أن يفعل هذا؟ بإمكانك التحقيق الوقت. أحسنتي يا أخوة والأخوة، يمكننا أن نتحدث الكثير عن التحقيق الوقت والأهمية للوقت. أريد أن أخذ هذا الفيديو بذلك، 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 يا أخوة والأخوة، لست شيئًا، لكن شخصيًا من أجل، إذا كانت واحدة من تلك يسحى، فالذلك، أحد الأخوة منك، لقد تسحى، لقد تقرية، لقد تقرأت 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 تقريرك، وقد تقرأت 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 حقاً. أريد أن أتعلمكم بذلك وهذه السؤال الأفضل. وذلك لذلك الحسن البصري في الثانية الثانية قال كل يوم كل يوم سيقول اليوم سيقول يا أبي آدم أنا أولي لك ما ستفعل فيني ستفعل في المنزل في حالة للمنزل أو ستفعل ستفعل كيف تتفعل في تلك المنزل في تلك المنزل من تتفعل فيتدفع في تلك المنزل وإذا لم تقل out في تلك المنزل ي significar أنك تتحسس كما تنزل من فريد المعارض في الأفضل دعنا نقول بإذن أنفسي و أحسنتي و إعجابي أن عندما تفعل في الرسالة سوف نتسلم كل منطقة في المنطقة التي لم نفعلها أكثر منها ليس فقط نفعل شيئاً منها لا، نفعلها أكثر منها وسوف نتسلم كل منطقة في حياتنا يجب الله جل وعلا نساعدنا ونساعدنا لحظة الوقت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع شكراً لكم